أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن عن قائمة منتخب الفراعنة التي ستخوض بطولة ودية في مارس آدار الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي لكن المفاجأة كانت أن القائمة لا تضم محمد صلاح أو فخر العرب كما يسميه محبوه الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكشف عن سبب غياب صلاح لكنه اكتفى بالإعلان عن قائمة الفريق عبر حساباته في نصات التواصل الاجتماعي وكما ذكرنا يستعد المنتخب المصري لهذه البطولة الودية التي تضم أيضا منتخبات كرواتيا وتونس والنيوزيلاند والتي من المقرر أن تقام في أبوظبي بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الحالي طبعا خبر غياب صلاح عن تشكيلة المنتخب المصري كان مثار جدل بين متتبع مواقع التواصل الاجتماعي وكان دافعا لهم للتعليق حول ما وصف بقرار حسام حسن بإبعاد محمد صلاح عن تشكيلة المنتخب المصري نجيب ساويرس الملياردير المصري قال ده مش أي لاعب الصح معرفة أسبابه حلها مش التفريط فيه إحنا الخسرين بداية غير موفقة لإبراهيم حسن وإبراهيم حسن طبعا هو مدير المنتخب المصري وشقيق الكابتن حسن حسن الفرعون على منصة X الفرعون على X كما يسمي نفسه كده كده صلاح مش عامل أي إنجاز في المنتخب ودايما متصاب للأسف لازم نبني منتخب فيه لعيبة مستعدة تحارب في الملعب زي أبو تريكا وأحمد حسن ومتعب وجده وزيدان أمير الشازلي علي تغريدة أمير على فكرة استبعدت صلاح أفضل علشان روح الحماس في اللعيبة النشأة وكمان صلاح مش لا اللي يفهمه في المنتخب ويزبط له الكورة سليم يقول هل يعقل أبو صلاح يترك ليفربول في أهم فترة في الموسم ويدهب إلى مصر يلعب معهم بطولة ودية وفي الإمارات لكن مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأحد عن أسباب خروج محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس آدار الجاري فقال هو قصة السبعات بناء على طلب محمد صلاح بناء على طلبه والجواب اللي اتبعت رسم الاتحاد أنه شايف من طلبه أنه الفترة دي موجود عشان من نحية الإصابة بتاعته زيادة تدرج مع فرقته فبناء على طلبه وجواب جي للاتحاد وحس أنه بدنياً وأفضل ليه أنه يتدرج بشكل بناء على تفكيره أو تفكير النادي اللي فربول بحيث أنه مش ممكن تجيب حد غزباً عنه يعني هي هو راجل طلب هو اللي طلب رسمي والجواب طلب جي رسمي للاتحاد أن الفترة دي بقاش موجود ويتدرج بعد كده في حتة إشراكه مع نادي ليفربول وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أرسل مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً فعلاً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه بإعفاء صلاح من الانضمام إلى المنتخب لعدم الجاهزية الطبيعة وبالفعل لم يلعب صلاح مع فريقه ليفربول إلا جزءاً يسيراً حيث شارك كبديل في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه يوم الخميس الماضي أمام مضيفه سبارتا براغ أتشيكي والتي انتهت لصالح ليفربول بخمسة أهداف لهدف في ذهاب ثم نهاء مسابقة الدوري الأوروبي يوروباليك وسجل صلاح بنفسه الهدف الخامسة لفريقه أيضاً شارك صلاح يوم أمس الأحد كبديل في الدقيقة الحادية والستين من عمر المباراة أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتازة